فيه اغنية لفريد الاطرش بقول ما فيناش خاين ولا مأجور انا يعني اغنية دي كل ما بشوفها بفتك البردعي واشوف باقي الناس الشيلة اللي انتو عارفينها دي لكن كل حاجة لها حدود هذا الرجل تخطى كل الحدود هذا الرجل اذكركم بالوصف اللي انا اخترته له كائن رخو فعلا فعلا رجل رخو بنسميه كده يعني يقولك رجل طهار يعني بالبلد يعني رجل ملوش طعم رجل كده في منطقة خاملة بلا طعم الرجل عامل تغريدة لكن المرادة بالانجليزي ليه يا عام الدكتور محمد البردعي ليه يا صاحب جائزة نوبل ليه حضرتك قاعد في فيينا بتتشمس وبتكتب تويتات تغريدات يعني بالانجليزي لمين انت مش انت راجل مصري المفروض وراجل عايز يكون لك دور في السياسة المصرية وراجل مناضل ومكافح زي ما بتقول بتكلم مين المصريين بتكلم اننا سياء المصريين الغلابة بتكلمنا احنا يا سيدي اكتبنا بالعربي لا كتب تويتات بالانجليزي ليه بيخاطب اسياده البردعي كتب تغريدة بالانجليزي لانه يخاطب اسياده لا يخاطب ابناء الشعب المصري اهي التغريدة قدامكم اهيه بيقول مشروع لتعديل معنى الكلام مشروع لتعديل دستور مصر تتكشف في خنق كامل السيمات الرئيسية سيمات مين يا بو سيمات انت ايش عرفك انت هربت من المركب لانك كائن رخ بلا ملامح بلا قيمة بلا قدرة الدكتور بتحكو الناس البردعوية اللي بقولهم الناس الانفاكرين ده رجل لبرالي وليس له علاقة لا بالليبرالية وليس له علاقة بالوطنية لما يكتب تغريدة باللغة الانجليزية بيعترض فيها على تعديل الدستور اعترض يا اخي اعترض اللي عايز يعترض يعترض لكن تكتب بالانجليزي ما هو المقصود لماذا باللغة الانجليزية ولماذا الان ولمن ترسل هذه التغريدة والله والله بكسر الهاء هذا الرجل موصول 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 بكل الاجهزة المعادلة للدولة المصرية بيكتب بالانجليزي المين فاكرين الولاد بتوع الاخوان الارهابيين في ربعة لما كانوا على المنصة بيقلب انجليزي في وقت معين في وقت الزروة عشان الامريكان يسمعوهم الاستقواء بالخارج فيه اسمى معانيه بيقوم به الدكتور محمد البردعي هذا الكائن الرغم في نفس التوقيت وانا امتابع قدل بردي وعمل تويتاب الانجليزي بقول له توزي في التغريدة يا دكتور انا اسف في الناس تقول لي يا اخي نقى الفاظك توزي دي ايه ايه توزي استخدمها لمرشد محدش فيك تكلم واللي انت باعتها لهم وتاني اذا كنت متخيل ان مصر بتخاف تبقى انت غلطان مصر ما بتخافش بتعمل ليه يا عيزاه لانه عندي ارادة سياسية وعندي ارادة شعبية بتحميها عندي ارادة سياسية صادقة وجريئة وقوية وعندي ارادة شعبية واعية صابرة ساهمة بتقول لا لا اعداء الوطن ولا لهؤلاء الذين يستقون بالخارج عيب والله والله عيب